أكد المدير العام للإنابة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عاد الفارسي اليوم أكد أن الوضع الغذائي الذي يمر به العالم وما تتعرضه سلاسل التوريد دفع الهيئة للإصراع باتخاذ عدة إجراءات متعلقة بأوضاع الثروة الحيوانية في البلاد وقال الفارسي إن الهيئة شكلت لجنة للكشف عن الماشية والتأكد من مضابقتها بالحيازات الخاصة بتربية المواشي على أرض الواقع وبما هو مسجل في شهادات التحصين والتي على أثرها يتم تخصيص صرف دعم أعلاف للمربين وفي نفس السياق قال الفارسي إن اللجنة شكلت فريقا لمتابعة أعمال الشركة المختصة بالتدقيق على شهادات التحصين إضافة إلى قيام الفريق بجولات تفقدية للتحقق من وجود الماشية المدرجة بشهادات التحصين في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين